تحكي قصة التنين الشرير عن تنين يهاجم مملكة ويدمرها ولكن ملك هذه المملكة لا يكتفي بالمشاهدة ولكنه يسعى للقضاء علي التنين فماذا حدث يا ترى هذا ما سوف نعرفه في القصة في مملكة بعيدة كان هناك ملك شجاع يحب شعبه ويحرص على حمايته بكل السبل الممكنة وكانت المملكة تعيش في ساغم وأمان حتى يظهر التنين الشرير الذي يهدد بتدمير المملكة وسكانه ظهر التنين الشرير في المملكة منذ عدة أيام وأصبح يقوم بتدمير المدن والقر ويأكل الماشية ويخيف السكان ولم يكن هناك من يستطيع مواجهته ولم يكن هناك حل جيد يبدو أنه يمكن أن يوقف التنين عن أفعاله الشرير قرر الملك الشجاع القيام برحلة بحث عن حل لمواجهة التنين وبالفعل بدل رحله علي الفور وأثناء رحلته التقى الملك بأشخاص مختلفين مثل السحرة والمحاربين والمغامرين وطلب أنه مساعدته في العثور على حل لهذه المشاكل وقد صادف أثناء رحله الملك أنه التقى بمحارب شجاع يدع أحمد فقال الملك لأحمد أنا الملك وأبحث عن حل لمواجهة التنين الشرير هل بإمكانك مساعداتي فأجاب أحمد بالتأكيد يا سيدي الملك فأنا أيضا أريد إنقاذ المملكة من هذا الخطر الشرير بهذا رفق المحارب الشجاع أحمد الملك في رحلته وعندما وصل الملك وأحمد إلى المدينة القريبة من موطل التنين التقوا بساحر صغيرة اسمها ليل حينها سألها الملك هل بإمكانك مساعدتنا في العثور على حل لمواجهة التنين فأجابت ليل نعم لكن أحتاج إلى مقونات خاصة لإعداد التعويذة التي سوف تساعد على هزيمة التنين وبعد أن وجدوا المكونات اللازمة عدى الملك وأحمد وليل إلى المملكة وبدأوا في التخطيق والاستعداد للمعركة واجتمع الملك مع جنوده وأصدقائه وشرح لهم الخطة الجديدة التي سوف يستخدمها لمواجهة التنين وبعد ذلك قاموا بتدريبات وتجهيزات لتنفيذ الخطة وبعد الاستعدادات بدأت معركة بين الملك ومنعه ضد التنين وكانت معركة شرسة ولكن بفضل الخطة الجيدة التي وضعها الملك تمكنوا من إيقاف التنين وإلحاق الأذبه ولكن التنين استطاع الهروب وبعد المعركة الأول توصل ملك إلى فكرة جديدة لهزيمة التنين تماما وإنقاذ المملكة وفكرته كانت بأن ينتظر التنين في المنطقة للتي يمر بها النهر الذي يحب التنين والاستحمام فيه وعندما يحاول التنين الاستحمام في النهر سينتظره الملك وجنوده ليهاجموا ويلزموا كما فعلوا في المرة السابقة وبعد الاستعدادات والتخطيط والتدريبات تمكن الملك وجنوده من تنفيذ الخطة الجديدة بنجاح وإيقاف التنين وإنقاذ المملكة من خطره وعاد السكان إلى حياتهم الطبيعية وعاد سلام والأمان إلى المملكة وعاد الملك إلى قصره واستقبل التهاني والشكر من السكان والجنود والأصدقاء واحتفلوا بالفوز وبإنقاذ المملكة من التنين الشرير وفي النهاية تختصر القصة وتوضح الدروس والقيم التي يمكن للأطفال تعلمها من القصة واعكس بعض الأفكار الأخلاقية التي يمكن الأطفال تبنيها مثل الشرعة والتعاون والإيمان من السوى العمل الجماعي وتنهي القصة برسالة إيجابية ولهمة للأطفال بأنه يمكنهم التغلب على الصعاد وتحقيق النجاح إذا كانوا شجعان ومثابرين ومتعاونين مع بعضهم البعض ترجمة نانسي قنقر